يغطيكم العافية طلاب الصف الرابع اليوم يا رابع رح نبدأ معكم درس جديد وهو درس قائمة ابدأ ابدأ هي مفتاح الدخول إلى موضوع برناء البرامج في جهاز الحاسوب وكما تحتوي على أوامر خرائية رح نتعرف عليه من خلال تطبيقاتنا كبسة ابدأ يا رابع هي دائما موجودة في أسفل شاشة الحاسوب اللي بتكون عبارة عن أربع مربعات ملونة داخل دائرة أربع مربعات ملونة داخل دائرة هاي كبسة استارت أو ابدأ هلا بالضغط بكبسة يمين على كلمة استارت رح تطلعنا جملتين اللي هي بروباريتز و اوبين ويندوز اكس بلولار هلا إذا انت ضغط على بروباريتز يا رابع رح تطلع لك عندك خصائص أو مميزات للجهاز من خلال كلمة استارت في عنا سهم بخليك تختار أي قائم بدك إياها تاكس بار ستارت مينيو والتول بارز هلا من هذول بقدر اختار أنا عدة خيارات عندي لمواصفات جهازي هلا بحكي لك فيه هون عندك بحث سهم بحث تختار المصطلح أو التطبيق اللي بدك إياه يا رابع وبضغط بعدين اوكي فيتم تطبيقه على جهاز الحاسوب هلا نفس الاشي فيه من هذا التطبيق اللي استارت في عنا كلمة ران اللي بتساعدني على البحث على تطبيقات موجودة عندي في جهاز الحاسوب فبيحكي لك اضغط على ستارت من البربرتز رح تلاقي كلمة ران ران هاي يا ميس لو كتبت أنا اسم التطبيق او اي برنامج عندي اشتغله رح يظهر عندي مباشرة هلاحظ ران كتبنا التطبيق اللي احنا من اياه لهي الكالكوليتر تضغط على اوكي يا ميس تطلع عندك مباشرة الكالكوليتر واضح يا ميس نفس الاشي زي هون نوت باد كتبنا نضغط كلمة اوكي تطلع عندي مباشرة شاشة النوت باد واضح يا ميس اذا هو هاد درس قائمة ستارت اللي معنا لليوم يعطيكم العافية